أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تنفذ خطة قومية للموارد المائية 2037 والتي تقوم بها منذ خمس سنوات بتكلفة تبلغ أكثر من 50 مليار دولار أضف رئيس الوزراء أن هذه الخطة تقوم على تنفيذ الدولة لمشروعات ضخمة في تحليل مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي من أجل الاستفادة من كل قطرة ماء موجودة فمصر من أعلى دول العالم استخداما لكل قطرة مياه أكثر من مرة وضعنا الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 مصر من أكثر الدول أو نقدر نقول من أكثر الدول فقرا فيما يخص الموارد المائية وقضية الماء وأعتقد دي ستبقى محور أساسي في الكوب 27 السنة دي إن شاء الله في شرم الشيخ إزاي العالم كله سيتعامل مع قضية نظرة المياه وتلوث المياه والحقيقة مصر لديها تجارب رائدة في هذا الموضوع من خلال إن إحنا وضعنا خطة لعشرين سبعة وتلاتين يعني الخمسطاشر السنة إحنا بقنا بننفذها بقنا خمس سنوات الخطة دي لوحدها تكلفتها أكثر من خمسين مليار دولار أمريكي الدولة المصرية النهاردة بتنفذ فيها مشروعات ضخمة جدا في تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي والاستفادة بكل قطرة مياه النهاردة موجودة مصر النهاردة من أعلى الدول على مستوى العالم في استغلال قطرة المياه أكثر من مرة الحقيقة من المشروعات الكبيرة جدا اللي الدولة المصرية بتنفذها موضوع ترشيد المياه وتبطين الترع وكل القنوات المائية عشان نستفيد بكل قطرة مياه الحقيقة حماية الشواطئ وده مشروع ضخم جدا الدولة المصرية النهاردة بتنفذها عشان المناطق المهددة في شمال الدلتا نتعامل معاها